تعالت مرة واحد صاحبي وكان مديري في نفس الوقت قلت له هو احنا امتى هناخد اجازة كاي عالميين يعني وصحفيين وبتاع قال لي طب وناخد اجازة ليه قلت له عيد يعني وبتاع ننزل ده هناخد الاعاد نفسحهم وبتاعوا الكلام ده كله احنا ملناش نفس قال ليه احنا بناخدش اجازات قلت له ليه قال ليه لما الناس تنزل تتفسح احنا اللي هنغطي ونقول ان الناس ماليا الشوارع وبتتفسح نازلين يصلوا العيد احنا مرضو اللي هنغطي ونقول ونصور ان هما نازلين يصلوا العيد قلت يعني احنا كده هنفضل شغالين طول الوقت قال لك انت شغال طول الوقت ويوم ما تتعب زميلك يطلع مكانك لكن مفيش حاجة بتقف في الاعلام سؤالي بقى عمر حضرتك فتحت جورنال مصري لقيت مكتوب فيه مثلا ان الوزير فلان لمؤاخذة فاشل او المسئول العلاني ما ينفعش مثلا يدير فرن عيش او يبقى مثلا مدير مراجيح مولد النبي اكيد الاجابة لا لان ما فيش حرية صحافة في مصر ايوا ما فيش حرية صحافة في مصر والدليل الناس اللي جوه السجون والمعتقلات وصحفيين الصحافة يا جماعة هي الحاجة الوحيدة اللي بتعد الكفت وميزان الحكم في اي دور ايوا الاعلام وفي القلب منه الصحافة هم المعارضين اللي بجد اللي مثلا ما يقدرش حد منهم يقولك عكس الحقيقة وإلا يتحبس فالصحفي هتلاقيه طول الوقت بيتحرص صدق ليه عشان هو صمعته في معلومته وفي صدقه في المصدر عشان يوصل معلوماته وتبقى الناس عندها ثقة في الصحافة ده حرية الصحافة في مصر بصراحة تعيش انت ليه لان الحكومة مش عايزة غير اللي بتقوله بس وما دون ذلك انت خاين وانت عميل طيب ايه المقدمة بقى المعجلصة دي انا عايز اقولك ان احنا النهاردة عندنا ضيف بصراحة اول ما تعلمت الصحافة تعلمتها على ايده وانا افخر ان هو استاذي واول ما اطلع لي كرنيه ان انا محرر في جريدة كان هو رئيس تحرير هذه الجريدة مشوار طويل جدا وسنين طويلة عدت ومراحل عمرية جماعتنا في الاعلام ممكن نكون في مكان واحد شرفت بالعمل معاه في عدة اماكن وممكن نكون بنشتغل في الاعلام في اماكن مختلفة لكن بيربطنا العمل الصحفي وكمان العلاقة الاجتماعية والانسانية وعلاقة الاخوة اللي انا يعني باكن لهذا الرجل كامل التقدير والعرفان في وجودي حتى امام هذه الكاميرا ضيف حلقتنا النهاردة استغنى عن مجد كان ممكن ينوله بسهولة جدا وانا شاهد على ده وشاهد على ذي الفترة واشتغل في اكبر الجرائد اللي ممكن دلوقتي يوم ما بتنزل الخبر بتجري وتاخده انت مصدر وتقول ده اليوم السابع بتقول ممكن ينول المجد ده بسهولة زي ما قلت لكم كان في اليوم السابع واشتغل في جرائد كتيرة جدا 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 كان صاحب جرنال بعد كده اشتغل في جرائد مختلفة اقدم برامج كتيرة جديد جدا جدا وفي الاخير هو استاذي وزميلي وسهل جدا عليه انه يبقى موزيع في صد البلد او الله ممكن او اي قناة تلفزيونية يعني انت عارفينها اللي هي بتشد الطابلة وتسخن الرق والجو ده لكنه رفض كل ده ضفنا صحفي مرموق صاحب ألم عتيق وبقول عتيق لانه شغال من زمان يا ما زعل الامن منه ويا ما ناس تمنت موته او الله عشان دايما بيجيب صدوع للفسدين ولما قرر يسيب بلده عشان الناس والمظلومين اتهموه انه خاين وعميل وقالوا عنه ما ليس فيه ضفنا وضفكم فقعد عربي واستاذي الصحفي المتميز والاعلامي القدير الاستاذ احمد عطوان اهلا بك ريس اهلا بك يا رحميد كلام كلام كبير اوي والله ما يجي حاجة في القابرة ومكانتك عندي انا شخصية لكنك يا رحميد سعيد بيك نورتني في قعد عربي انا طبعا بس مع كلام دك ان انا بتتكلم الحد تاني مشانا اكيد يعني انت بس عشان بتحبيني فيعني قلت كلام كبير علي انا شخصيا لا الله ده كلامي وكلام فريق العمل وكلام كل الناس اللي عشروك واشتغلوا معاك وقربوا منك ده اهلم حقك بك انا بشكرك الصدافة اولا القعد عربي على كلام بالعربي على تاريخ طويل جدا من صوته الغربية اليوم السامعة قناة الحياة قناة المحور قناة المسك ده زي اماننا كتير اواء قوي وسايدكم لا ده فيك اوليس لم حد شعف الميت اشتغلت في الرياضة كمان على كل النهاردة هتبقى حلقة جميلة والصهرة جميلة اسعد اكون معاك ان شاء الله في ادب العربي انا اللي معاك واحلى حاجة بقى الصحور وعمل لك والله النهاردة مش زي ما بعمل لك كل الناس حيبان يا احمد والله حيبان وممكن اشتغل معاك ممكن حلع بعد شوية وخش معاك فيه خيكينة وفيه خيار وجزر وممكن نعمل طبق صلاة الزريف كده دي منه كل الاغراءات يعني فيه خيار وفيه جبنة ومكله خيار يعني فيه متلقش متلقش اه في خيار ده وجبة النهاردة الصحور ايوه ان شاء الله انا اكون اكون سعيد معاك يا احمد ويا رب نكون خفاف النهاردة على كل سادة المشاهدين وممتني جدا ان انا اكون معاك وممتني لشاشة الشار انها جمعتني انا وانت بعد عمر طويل النهاردة نكون مع بعض ربنا يا كلمة كفز احمد اتفضل استريح خلونا يلا نبدأ قعدتنا النهاردة مع استاذ احمد عطوان وكواليس كتير جدا هنعرفها مع بعض النهاردة او اتروحه في اي حتة وخليكم معنا في اعضاء عربي التي اشار اليها رئيس الجمهورية والذي طلب من كل الاطراف التحل بها مش تقصد الرئيس الرئيس قصده الجماعة الوطنية المصرية كلها ما فيش داعي لأي خلافات وما فيش داعي لأي ازمات وما فيش داعي لأي مشاكل واحتكموا الى القانون كلمة تحتكموا القانون دي رسالة من الرئيس للكل لكن هما بيفسروا تفسيرهم الخاص وعدم افتعال الازمات والحرص على مصالح الوطن العليا في ظل التحديات التي تواجهها مصر وفي اطار قواعد المحاسبة واسيات القانون طيب خلاص كلام واضح قدامكم طبقوا الكلام ده عمليا على سلوك البعض داخل مجلس النقابة بالعرب انتوا هتودونا فين انتوا عزينا فين هو مين اللي بيحكم حركة النقابة الآن يا جماعة هو فيه نقيب ومجلس النقابة يبقى مسؤول ولا فيه مجموعة او فيه واحد او اتنين بيخطفوا النقابة من مجلس النقابة والمجلس النقابة قاعد بيتفرق هو النقيب خالد البلشي يبدو كده يبدو خالد البلشي الراجل اللي عنده منظمة مجتمع مدني الراجل اللي تسبب في اسوأ تقرير الصحفي يصدر من لجنة الحرات في نقابة الصحفين مئة صفحة كلها كذب وادعاء على مصر وكان سبب في ان مصر تبقى اسوأ تاني دولة في العالم في حرية الصحافة ازاي ازاي احنا اسوأ تاني دولة في العالم طب انظر حولك في الدنيا كلها وشوف لكن الكلام اللي اتكتب مكانش سهل الصيغة اللي اتكتبت صيغة مسمومة وافع عليها النقيب وكان جنبه من أستاذ محمد عبدالقدوس وافع عليها ما شفناش واحد من مجلس النقابة قال لي يا جماعة النقابة مستقلة ولا يجب أن تضع يدها في يدي منظمات مجتمع مدني حواليها على مدسفها برحب بيكم مرة تانية مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة مع ضفنا ونجمينا النهاردة الاستاذ احمد عطوان في قاعدة عرب انا بدأت لك الحلقة معلش بمستوى باكري هو كان بيتكلم عن خلد البلشي والنقابة وفي ناس كتير جدا كانت بتعول على موضوع النقابة وما زالوا بيعولوا على ان ممكن يبقى فيه امل في نقابة الصحفيين والامل ده تولد عند الناس من بداية الانتخابات وانا كنت قريب منك جدا في الايام دي وكنت انت متابع بشرف جدا الانتخابات والنتيجة والكلام ده كله طيب ممناسبة بس مصوحة بكري واللي انت عارضته الان انا حياء حولك مفاجأة وضع النهاردة حبلة معكم مفاجأة يعني الحقيقة انا الذي ادخلني الصحافة اه وكان سببا ان اكون صحفيا هو مصوحة بكري الحمد لله مش انا الحمد لله كان مصوحة مضع فوق دي بس مفاجأة يعني ايه والقصة يعني بالنسبة لنا قصة لما كنت في اياما كنت طالب في جامعة القهيرة كنت قيادة طلابية رئيسة حد طلاب بجامعة القهيرة وفي الحقيقة عملنا ايامها مفاق شرف اخلاقي للطلبة ومصطفى بكري كان صحفي في مجالة المصوحة ايه صح وجه عمل معي لقاء ايامها لقاءت كبير حقيقة كنت في غفة الاتحاد تقريبا على 12 صفحة وخرجنا ايامها بنفس الاسلوب يعني انا كلمنا عن مفاق شرف اخلاقي للطلبة الطلبة يكون مثلا في المدرجات في حاجة يعني اماكن للطالبات اماكن للطلبة فالرحلات يتبا فيه يعني برضو طلبة وطالبات حاجات اخلاقية الحشمة داخل الجامعة الاخلاقيات داخل الجامعة حاجة لا يختلف عليها احد وكان في هذا الوقت كان نائب رئيس الاتحاد نائب رئيس الجامعة كان الدكتور فتح سرور ايه ثم بعكاة رقية الى وزير تعليم ثم اصبح بعد كده رئيس مجلس الشعب ايه وقدمناهوله مصطفى بكري نزل عمل معي لقاء وحطني في صورة المتطرف والارهابي في جامعة القهارة والله والله وقالها اولي ويعودونا بنا الى الرجعية والى التخلف وسم كل ما قلناه من حشمة واخلاقيات مصطفى بكري ده بس على هامش يلا باش نبص احنا شغالين معاك هوت على الوقت مباشرة تخيلوا يا جماعة تخيلوا ان الصورة اللي قدامكو دي اتعافل انت فيك شبه من الشيخ عبد الحميد كشك شوية والله العظيم في شبابه يعني ده فريق الاعلان عندك ما شاء الله ده جماعة اتاز احمد عطوان وهو امين اتحاد كلية العلوم وكنت تقريبا في الوقت ده نائب رئيس اتحاد الجماعة صح كده صحيح ده طبعا ايه الصورة دي دي صورة اللي نشرتها بالمناسبة مجالات المصور وكان طبعا صورة غلاف حتى يبدو الامر للناس ان انا طبعا هم كانوا حارسين ان هم يصوروني بهذا الشكل والخلفية واللاحية فيبدو الامر للصورة الزهنية الامج عند الناس يا جماعة ركزوا معا اللعب يكلمكو في الربا ده البيت حاج لا هاتف حسان ايوه حطوا حطوا معلش لا حطوا حطوا الزحمة جنب الصورة دي معلش وقا بالكلام بعد ازا بش اقولها لما تحطوا الصورة انا عايز الزحمة عطوان ايوه ده الزحمة عطوان دلوقت يا جماعة وده الزحمة عطوان بألف تسو مئة تسعة اتحاد كلية العلوم واللي كان عامل الخبر ده مصطفى باكري ايوه ركزوا يا جماعة حسان انت جبتوا لي في الاول ان حتى بسألك واحنا في الفاصل بقول لها جميل مصطفى باكري دي وتبقى الكلام عن خالد البلشي معايا عفريت فوق قلت لك لا بقى خالد ده هو مصطفى باكري كان لسه صحفي بجالة المصور انها مصطفى في الحقيقة كذاب اليوم ومختلق من اليوم مفتري من يومه كلامنا كلام في يعني اقول لكيب لا بدعني يا عزيزا احمد لا بس سوى التصوير لا الكلام يحمل الكلام اللي اتقال 12 صفحة ومجالة المصور وطبعا كان تحتيها امبراطور الفتاوة بجامعة القاهرة اه ماشا الله كل ده علشان بقوله ان احنا نطالب بالحشمة والاخلاقيات وان نعود مرة اخرى المجتمع الى اخلاقياته اعتبر ان هذا تخلف يعني اعتبر ان هذا طبعا دي صفحة دي صورة اعتقد عليها لا يا جماعة الحقوق اخدوا برينت سكرين للصورة دي يا جماعة شاهديننا القرام ياخدوا برينت سكرين للصورة الجميلة يعني طبعا دي انتو طب يلا مش خودين على الصورة دي